أضيف إلى هذه الملاحظة ملاحظة ثانية لنتصور القلب الطاهر المستحضر لبركة النبي صلى الله عليه وسلم المستوحي منه التوفيق الإلهام الصحيح العمل المبارك في هذا المكان المبارك كيف يستحضر النبي صلى الله عليه وسلم روحانية سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يختار الصحيح من حديثه الشريف في هذا المكان المبارك كيف يكون توفيق الله تعالى له في الأمر أكبر من ذلك كيف يكون توفيق الله تعالى له في الأمر أكبر؟ أيضاً من منح الله تعالى للإمام البخاري رضي الله عنه أنه خرج مرة مع جماعة من طلاب الحديث الشريف في رحلة إلى مدينة البصرة البلد المعروفة كانوا عدداً وهم يكتبون عن الشيوخ يذهبون إلى الشيخ الفلاني ويكتبون حديثة يذهبون إلى الشيخ الفلاني ويكتبون حديثة وهكذا إلا البخاري رضي الله عنه ما كان يكتب فخافوا منه ولاموه جاءوا إليه بعد ستة عشر يوماً ولاموه لوماً شديداً وقال له إما أن تكتب وإما أن تعفزلنا لماذا؟ لأنهم يخشون في المستقبل يقول هذا الإنسان هذا الطالب الحديث محمد بن اسماعي البخاري يقول أنا رحلت في طلب الحديث مع فلان وفلان وأنا أروي كذا وكذا وهم يكتبون غير وجه هم يكتبون هو لا يكتب سيطلب في حديثه ورواياته ويخالفهم في الروايات ويتشوّش الأمر على طلاب الحديث في من بعدهم وعلى المحدثين فلا موه لوماً شديداً قالوا إما تكتب وما تعتذلنا فقال لهم قد أكثرتم علي تعالوا أرضوا علي كتبكم فجاءوا بصحفهم وصاروا يسألونه الحديث الفلاني فأرويه لهم الحديث الفلاني يرويه لهم ثالث ورابع وعاشر وهكذا حتى صاروا يصححون صحوفهم عن حافظته رضي الله عنه بعد هذا الوقت الطويل ستعشر يوم ولا حديث كثيرة عدوها كم حديث كتبوا في هذه الأيام فوجدوها خمسة عشر ألف حديث الإمام البخاري يحفظها من أول مرة ستعشر يوم فهذا كان المتحدة عن النبي وصفة وملائة لإدرافة بان الأطراف، أغيرنا عن الإرفعات لأن الإخلاف أكبر، وإذا كان ذي النار فقط وإن نحن لم يتحدث وأن هذا هو منذ لأن الأطراف هو إليمالاه المد jangan أعلم من أن نتحدث أن هذه النبي التي تحدثي إليها أما تحدثون جداً ونها تحدثين نتحدث ونها تحدثون�� ونعى إلا رسول الله عن حدثت يجب أن يراجع أحدث واحدة من رجال وارسلالها وارسلالها لم يتض 주�εν موطفول موطفول وارسلالها لا يوجد المتحدة ما اختبار الناس هنالك ومرسلالها وارسلالها محادثهم وارسلالها وشهدوا من موطفول في اتراز ومعامل العرب الفرس المنزل ووصفا ومن المصرين مستحيل من إمام بخاري ومن which يشتك من أن يشتك في إمام بخاري هذه القصة قد يستغربها بعض الناس ولكن لها شواهد في حياة هذا الإمام تؤكدها وتصحيحها وأكثر وبعض الناس من غفلتهم وقصول نظرهم يريدون أن يقيسوا كل الناس على ما هم عليه فإن كانوا أذكياء يريدون أن يقيسوا كل الناس على ذكائهم إن كانوا متوسطين يريدون أن يقيسوا كل الناس على وسطيتهم وهكذا لا فضل الله عز وجل كبير وعظيم لا يكون قاصرا على زمن دون آخر ولا على بلد دون غيرها ولا على فنان دون فلق وهكذا فضل الله عظيم فهذا الإمام البخاري الذي منحه الله هذه الحافظة الخارقة لها شواهد في حياته تؤكد صحتها وأذكر بعضها بعد أن يتفضل الأخوة بالترجمة بعض الأخوة بالترجمة بعض الأخوة بالترجمة بعض الأخوة بالترجمة كما أن يتفضل الأخوة بالترجمة عندما يتفضل الأخوة بالترجمة كما أن يتفضل الأخوة بالترجمة وانه، شخص وعذارة قائسة يتفضل الأخوة بالترجمة المترجم للقناة دخل هذه المدينة المباركة في إحدى برات سفره ودخلاته إليها دخل سمرقند فاجتمع عليه أربعمائة عالم أربعمائة عالم محدث أرادوا اختباره وامتحانه وقلبوا عليه الأحاديث والأسانيد وما استطاعوا أن يأخذوا عليه غلطة واحدة أقول أربعمائة عالم يعني ليسوا أربعمائة طويلة بعلم كأمثالنا لا يحفظوا الأربع النووية إنما هم أئمة حفاظ كبار الذي يجلس أمام البخاري جبل الدنيا في الحفظ لا يكونوا إلا قريبا منه أو مثله ومع ذلك ما استطاعوا أن يأخذوا عليه غلطة واحدة هذا في سمرقند إنما محالي رحمه الله سفره من المحالي مكتابين من المثال هذا المبارك يوم سمرقنة ككريين والتصدر من المثال من المثال من المثال عن دنين المثال محدثين المثال في سمرقنة الكبير من اشترك أن تحضير هذا الأمر هذا الأمر مؤام بحاديات ترجمة نانسي قنقر ومرة دخل مدينة بغداد فاجتمع بعض علمائها واختاروا عشرة طلاب من طلابهم وأعطوا لكل واحد منهم عشرة أحاديث عشرة طلاب عشرة أحاديث كل واحد عشرة وقلبوا أثاندها ومتونها وقالوا لهم متى تم الاجتماع مع البخاري يتقدم أحدكم وأسأله عن الحديث كذا إن أجاب أو لا مجب فبها حديث آخر وثالث ورابع وهكذا وكان يوم الموعد وتم الاجتماع وحضر الناس والعلماء وفيهم من ليسوا من العلماء فتقدم هؤلاء العشرة الطلاب إلى الإمام بخاري وسأله واحد منهم ما تقول في حديث كذا فقال له لا أعرفه ما تقول في حديث كذا لا أعرفه ما تقول في حديث لا أعرفه يقول الراوي للقصة العالم من الحضور يقول الرجل فهم الرجل عالم وغير العالم من الحضور يقول من هذا لماذا اجتمعنا نحن من أجله إلى أن تم الأمر عشرة بعد عشرة والكل يقول البخاري لا أعرفه فلما انتهوا التفت إلى الأول قال له أما حديثك الأول فذكرته كذا وكذا وصوابه كذا وأما حديثك الثاني فذكرته كذا وصوابه كذا حديثك الثالث العاشر والتفت إلى الثاني وقال الأول كذا والثاني كذا وهكذا أتى بالمئة حديث كلها على خطأها كما رووها له وسألوها وجاء بصوابها كما هو معلوم يقول بعض الأمه كالحافظ العراقي والتدمزة بالحجر وغيرهم رحمه الله يقولون ليس العجب من البخاري أن يرد الخطأ إلى صوابه أنه يحفظه من قبل إنما العجب أنه حافظ الخطأ من أول مرة وذكره لهم بالترتيب الخطأ مرتبا وصوابه فأذعن له الجميع بالفضل ولذلك كتب له أهل بغداد لما أراد أن اخرج عنهم كتبوا له هذا البيت العظيم من الشار كتبوا له المسلمون بخير ما بقيت لهم وليس بعدك خير حين تفتقدوا المسلمون بخير ما بقيت لهم وليس بعدك خير حين تفتقدوا فرضي الله عنه وأرضاه وحق لكم يا أهل سمرخن أن تفتخروا بالإمام المخاري وحق لنا جميعا نحن المسلمين أن نفتخر بهذا الإمام العظيم رضي الله عنه وأرضاه وحق لهم من الآن هنا أن تخطر إلى الناس لذلك. وحثمت بحديث لرؤسك من المصدرات يتحدث من المصدرات الآن. لأن المصدر كان بشكل مترحش ، كان بخاص شخصايا ليس Having said that. من المصدرات الآن يفوتون من المصدرات وأن جميعاً هو حقيقت. يقولون مثلό من المصدرات هذا الأسلام. فسالتي يتم أعرف من المبادات وقال أن أشغال تشرق أن تشرق شراء ساعداء الحديث أن يعقب على حين يترجم هذا وقال يترجم هذا الفاديث لا نعتقد أن لا نعرف مقالح من خلال يتituationيش طريق الفيديو أو يترجم هذا الصوت سيستطاع الحديث ببعض الطريق الحمد للذال الان بان اعمال يترجم الفيديو سلسلة الحديثية هذا الولاد وضعه على المكان الذي يشبه كله وضعه على المكان الذي يشبه ومعرفة مكان يشبه ومن الأحدث يشبه، ويعرفة مكان جداً مكان جداً لنثائلًا جداً كمكان جداً سعائلت وكما أجد رأيت الشخصين بالنسبة للمشاهدة القوم ليس بأكداً وظهر الظهر وظهور الأمام حالياً وخريبة أكمله ، نعم هنا اجتماع الظاهر بالنسبة في بعض عفيف الشيطان لأنه سماع الظاهر أستحل طالحوا بكه Warner Vogue ولقد ما النهائنا الآلاء يجلسه بلا مجال غمراتيا الذي هو في على فترض الش besناء وميسى روال أعطاء متحدث من الحادث ذو يوم من الوحيد الشمل ويوم دعث في طور قدس من ذلك الأخير ويوم يلا نعCOMA فعلا أحكيه لكم ثم أرد على شبهة عليه هو أن الإمام البخاري وغيره من علماء المسلمين يؤلف الواحد منهم كتابه ثم يقرأه على الناس على طلابه خاصة طلاب عامة في درس عام في درس خاص وهكذا وكذلك كان شأن الإمام البخاري رضي الله عنه أنه ألف الصحيح ثم قرأه على الناس أفواجا أفواجا حتى قال تلميزه أبو عبد الله الفربري الذي يروي عنه صحيحه هذا قال سمع البخارية من مؤلفه تسعون ألف رجل تسعين ألف رجل سمع صحيح البخاري من مؤلفه ماذا يفيدنا هذا؟ يفيدنا أمرا مهما لكن علينا أن نلاحظ أمرا قبله علينا أن نلاحظ أمرا قبله هو أن هؤلاء الرجال التسعون ألف ليسوا عوام إنما هم محدثون رحالة رأوا الشرق والغرب وسمعوا الكثير والقليل وسمعوا الصحيح وغير الصحيح وكانوا يحضرون درس الإمام البخاري بعقولهم وعلومهم لا بأشباحهم وأجسادهم وعقولهم في الشارع بره لا يحضرون الدرس أمام هذا الجبل العظيم بكامل الأهبة والاستعداد والتفهم والمناقشة والتصحيح والأخذ والرد فهؤلاء التسعون ألفا صقلوا صحيح الإمام البخاري مع الإمام البخاري إلى جانب إمامته إلى جانب توفيق الله تعالى له أيضا وفقه الله تعالى فجمع له هذا الجمع العظيم فقرأه عليهم ليصحيحوه معه فإذن هذا الجامع العظيم إنما هو نخبة وتنقيح من تسعين ألف عالم على رأسهم هذا العالم الكبير الإمام البخاري فضل رئيسا فجرانا لديك انقرار وله محرد سلمان şunu أرى المنزل نحن نعرف الآن بمسألة في أجل أهلات والمعضية و أجل أجل المهدم مهاتون أجل المهاتين من المهاتون وقت تقلوم تحديث على المساعدين وقت تحديث معتون لأجل المنزل ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ومع ذلك كلها ما تريف أفضل من الكتابة وأوضل من الكتابة كل العقب الأمودية ومع ذلك المموكي من أمود الله الْفيراً ومع ذلك كل المستهى من الأعلى عشر القسومة أمود هذه الكتابات الرغلة إلى 90 من المستهى من أمود وكذا أمود لك في هذا الكتاب الأدلة أيضاً مدعreme ولكنما يعتاد كبير بلأنهم محدثًا وحافظًا ونصبح أيضاً أولئاً منهم عاملين واردون حديثات الوصول تحدثون الأيام والمشهادين يتقنون وأ jabجي مثل الوصول لذا لماذا نعطينا بأس محللي الفراء على مستوى تطوير التبخز الأمم ونصبح الوصول على الأحاول. ويقف المثال الحالي و أدعي therapists في الوصول الفراء و أخوات الوصول اشتركوا في القناة